بإذن الله إن شاء الله وقبل ما نروح للكابتن أحمد بلال حنروح لزمين ناشيف شعبان ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي تعطي ليك يا كابتن أيمن ولديوفك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان بعد فوز النادي الأهلي على فريق الإنتاج الحربي بسلاث أداف مقابل أدافين معي مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيز بقولك كابتن سيد ألف من مبروك ثلاثة مونت غاليين جداً تبقوا انتم صعبين جدا. ولكن هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي عاودنا بيلعب البلاس تسعين والحمد لله الاهلي فاز في مباراة ولا اصعب. وهو ده الدوري. العاوز دوري يكسب اي فرقة. يعني الحمد الله طبعا على كل شيء هي مباراة كده. يا دي مباراة الختمية والمباراة اللي هي بتبقى بتقرب من آآ من آآ مسافة الدور. هو الدوري ما بيجيش غير بالشكل ده. ما تكسلش ولا ثانية ولا لحظة ولا اي حاجة خالص انت بتنجيب جن ممكن في الديها خمسة وتمانية وستة وتمانين لازم تجيب آآ التاني عشان تبدأ آآ في آآ في الصدر على طول. كل اللي عايز اقوله ان لازم فيه اجواء. يعني انا هنبدأها طبعا او هبدئنها من من فرقتنا. لازم الاجواء كلها تبقى مهيئة ان انت تاخد الدوري. الناس عاملة جو احباط شوية يعني جو جو في آآ اكدني الدوري خلاص بيسترسب منك ولا حاجة خالص. انت عندك تسع آآ نقط او تسع آسف. فضل لك تسع مباريات. وازمالك فضل له سبع ضربات جزاء. فانت بتتكلم في عدد من المطشاط يعني بقى اوليل بقى اوليل جدا. لو قدرنا ان احنا نكسب مطشاطنا كلها كلها هتبقى صعبة. له هتفرق فرقة سهلة ولا فرقة صعبة ولا فرقة بتنافس ولا فرقة على الهبوط. فوق زي تحت كل المباريات هتبقى بالشكل ده. فانت لازم الاجواء انا بخاطب جمهور اصلا نفسنا جمهور الاهلي آآ كله. بقول له اعمل الاجواء اللي عملناها في من سنتين واللي عملناها من ثلاثة واللي عملناها من اربعة الاجواء كلها تبقى مهيئة ان انت تاخد الدوري. لازم اللاعيبة كلها احنا دورنا برضو ان احنا نحسسهم بكده. هم لازم يحسوا بده. بس الاجواء حوالينا مش هتجي غير من جمهورنا. انه يحسس الناس كلها لقى الدوري التعناق والدوري انشاء الرحمن اه 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 من من منكسلش في في نقطة عرق واحدة يعني. اول لما الانتاج الحربي احرز الهدف التاني. كابتن سيد عبدالحفيز وقف على الخط للعيب النادي الاهلي وصلت لهم رسالة الى كابتن. ما فيش مشكلة خالص صالما فيه وقت. انا دايما الحالة بتاعتي. الحالة بتاعتها اللي بتحكمني مش الوقت. فاضل خمس اي فاضل سبعة دايق بس يعني في الجونة من من سنتين. كنا متأخرين لحد ديها تمانية وتسعين. تمانية وسبعين او تسعة وسبعين. متأخرين آآ بهدف وايدر كريم ندفت لو تفتكر. وايدر ناصر ماهر لو تفتكر انه هيجيب الجون. آآ آآ هدف الفوز يعني. طالما انت حالتك كويسة والاصرار موجود والعزمة موجودة ان شاء الرحمن هتكسب يعني. خلينا نعيش الاجواء دي مننا داخليا كاجهاز وادارة وآآ ولعيبة. ان احنا لازم ناخد الدور ده لازم نحارب عليه لازم نحارب عليه بكل ما وتانا من قوة جمهورنا كمان لازم يحسس الناس كلها ان الدور ده بتاعنا لازم كل الناس تبع عارفة كده لازم يبقى فيه الدفعة اللي موجودة على طول مطشب مطشب. فترة رب وساكبت. ما مقاليش علاقة اللي هيقول كلامه واللي هيزيده واللي هيعيده. ما ليش علاقة خلاص لكن انا بتكلم في الفير. بتكلم في الفير زي ما حصل معي أو حصل في فوقت من الاوات مش هسمح ابدا ان هو يحصل ما ما يحصلش مع غيري. انا لعبت في عشر اه في تمانية وعشر يوم. عشر مطشاط. انا سامع ان مباراة الزمالك والمحل هتبقى في اسكندرية. ده على اساس ايه? على اساس ان المباراة المباراة هتبقى في اسكندرية عشان الزمالك عنده بعدها بيومين اه اه مباراة مع الاتحاد السكندري يوم ستة يوم تلاتة ويوم ستة. طيب هاسأل سؤال انا ما بتكلمش بلسان الجونة. ما بتكلمش بلسان الجونة. الجونة اللي لها لها جهزة محترمة لا بتكلم بلسان الجونة محترمة ويلا عيبة محترمة وكل حاجة. بس البعض. اه الواحي وتلاتين في البعض الثنين وتلاتين عندها اسموحة في اسكندرية. وبعدها بتلاتت ايام عندها الاهلي في الجونة. هل لو طلبت انها تلعب في اسكندرية هيتم الموافق على كده. هي هيا نفس الكيس. هي هيا مسى كيس. مش عايز بقي واحد يطلع يتنطط ولا حاجة في قناة. ويعود اليك في واعتاجل على لا ده مش كده. اللي حاصل معنا غير يحصل مع دول. انا ما بتكلمش بمثال جولة بس بضرب مسال. إزة ملك هيلعب على المحلة في اسكندرية. عيز نلعب في اسكندرية. عشان هيلعب الاتحاد بعدها تمام剛 40 ساعة في اسكندرية. انا بدي مثال. الجولة هيتلعب مع اسموحة في الاسبوع اللي اتنين وتلاتين في اسكندرية. وهتلعب الاهل بعدها بتلات يم في آآ في الجولة. لو طلبت لو طلبت الجنة انها هتلعب المطشي في اسكندرية. انها هتلعب سموحة لان ده مطشي سموحة. وطلع ما حدش يقدر يقول لها حك. ما حدش يقول لها تلتي التلاتة كام. ما حدش هيقول لها تلتي التلاتة كام. لان انت بتلعب انت صاحب الارض فبتاخد فرقة توديها في فرقة تانية. خلاص. الجنة لو طلب كده ما حدش يفتح بقه. اوكي? ليه بقى? لان ده اسمه تكافؤ الفرص. اوكي? زي ما بتسمح لغيرك. تسمح ليك. اتنين. انا لعبت عشر مباريات مضغوط جدا. مضغوط جدا. كان فيهم مطش كاس. كان فيهم مطش 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 النصر اه في الكاس. مزبوط. النهاردة بيقول لك لا انا هعايزين ناجل مباراة الزمالك واسوان في الكاس. ده على اساس ان ان انا كنت بلعب برضه النصر اه ما كانش في الكاس. لما اضغط. يعني انا مش عايز اقول لان انا مش صاحب القرار. اوكي? لكن طالما حصلت مع فرقة. مش هنسمح ابد انها ما تحصلش مع فرقة. مش هنسمح ده. مش هنسمح ده لان انت حصل فيك ده. اوكي? لان انت اتضغط وهتتضغط. تماما عندي عندي الاسباعلي يوم تسعة وعندي اه ام بيوم اتناشر. يعني تسعة وانت واتناشر. انت عايز تلعب من يوم ستة وتريح لحد يوم اتناشر يا صلاة النبي. يعني واحنا كده عادي نجيل ما فيش مشكلة. يعني بندلك الدوري واحنا ساكتين. يعني زي ما قال يعني بطولة الدوري دي. بطولة الدوري بطولة اه اا اقوى بطولة في في القرى. تمام? يعني يا سابك من اللي بيقول المورخ عمري الدردي سابك منهم. يعني كنت بتكلم على بطولة الدوري. بطولة الدوري هاي اللي يوقف مع نادي الاهلي. وهو يمسل مصر ووقف مع نادي الاهلي في تأجيل معض المباريات. ولكن ضغط الأهلي في مباريات بدون العيبة دوليين. الاحصة بس. ما هو مشابش مع الاهلي في تأجيل بعض المرات. انا مش هلعب اه مش هلعب اه 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 وفي نفس الوقت اه واحد وعشرين اللي لعبه. ده نفس الاسبوع اللي انا كنت بلعب فيه في افريقيا كان هو اللي بيقام. هو نفس الاسبوع. انا ما تأجليش حاجة. انا لعبت يوم. لعبت يوم اربعتاشر. يوم اربعتاشر اربعة مع النصر. وطمنتاشر مع الزمالك. واحد وعشرين مع مع سموحة. واربعة وعشرين مع امبي. وسبعة وعشرين مع المصر. وتلاتين مع الجونة. وتلاتة مع الاتحاد وعشرة ما زاله وخمستاشر مع مع آآ يعني اظن ده محدش قبله ابدا وقبلناه. فانت هتيجي النهاردة تقول لي لا اصلا ما معرفش فيه تكافل الفرص فيه لسه فرقة بتلعب دور الستاشر في المال انا. ما لعبت دور الستاشر اساسا ده انت ده انت عشان تكافل الفرص. طلعتني اللعب النصر اللي من القاهرة من مصر الجديدة. وانا من جزيرة. طلعتني اللعب في اسكندرية عشان الزمالك باللعب الحرص في السويس. فانت النهاردة هتقول لي انا هاجل مطش عشان بقى فيها مرتاح. لا لا لا. لا خالص. اللي هيحصل هنا هيحصل هنا. مش هتلعب هنا. مش هلعب هنا. تمام? ده واضح وصريح. اتنين. حصل معي ولا ما حصلش? حصل معي. تلاتة. هل لو الجونة طلب ان هو يلعب المباراتين في اسكندرية? هتوافق له ولا لا? ما تقدرش ما توافق لهوش. لو وفقت له ده هتوافق له. شكرا. شكرا. كابتن عيمن ده كان لقنا مع مدير الكرة الكابتن سعد ود الحفيز اللي سأل وتساءل الاتحاد الكرة مصري. لو الجونة طلب بنفس نفس مبدأ الزمالك او طلب الزمالك لعب مباراة المحلة في الاسكندرية او من بعد مباراة الاتحاد السكندرية. هل الاتحاد الكرة ممكن يوافق للجونة ولا لا? سؤال يجاوب عليه مسؤولي اتحاد الكرة اللي متواجدين الان في اليابان في الولمبيات. عموما ده كان لقنا مع الكابتن سعد ود الحفيز. عود لك كابتن عيمن.